مرحبا جولة سريعة عم ترافق فيها يوميا لحتى نخبركم عن آخر أخبار النجوم والمشاهير محليا عربيا وعالميا نشر الفنان السوري مهيار خضور لبرومو الترويجي بدور الدكتور نيبال خليل بمسلسل عأمل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان عشرين أربع وعشرين وبيظهر لبرومو أن تصرفات نيبال بتمبع من مشاعره وأحاسيسه دون الاعتماد على المنطق والعقل وبيعاني من ضغوطات الحياة وبيحاول التخلص من تراكماته السلبية من خلال مواجهة نفسه بقوة أمام المرآة وبيتمحور دور خضور بالمسلسل حول دكتور مكلف بإعطاء الدروس الجامعية للطلاب إلا أنه بمنحهم بدل من ذلك تعليمات بتساعدهم باجتياز الحياة وفقا لما مر به من تجارب سابقة سلمة المصري أفضل الجلوس في البيت على المشاركة بمسلسل لا يعجبني قالت النجمة السورية سلمة المصري أنها ما شاركت بأي عمل درامي هذا العام مؤكدة أنها بتفضل الجلوس بالبيت على أنها تشارك بدور ما بيناسبها وغير مقتنعة فيه وأشارت سلمة إلى أنها اكتفت ببعض اللوحات بالمسلسل الكوميدي ما اختلفنا مع المخرج وائل أبو الشعر يلي تم تصويره بلبنان وأضافت في حال عرض مسلسل كانون بدراما رمضان رحكومة واجدة بعمل ثاني علما أنه العمل صورناه العام الماضي وتأجل عرضه لأسباب لا أعرفها ياسر جلال مسلسل جودر يعيد اكتشاف التراث أعرف الفنان المصري ياسر جلال عن ساعاته للمشاركة بمسلسله الجديد جودر المقرر عرضه بالموسم للدرامي الرمضاني المقبل فوصف المسلسل بالخطوة المهمة بعالم للدراما معتبرا أن الكاتب أنور عبد المغيث أعاد اكتشاف التراث بعرض حكاية ألف ليلة وليلة وأكد ياسر أن الكاتب عبد المغيث ما أخذ الحكاية بجميع تفاصيله وأحداثها واستمد عظم المسلسل فقط وعمد إلى تغيير القصة ببراعة وطورها وعرض منها حكايتين ما حرصوا على تغيير الأسماء من أجل خدمة الرؤية للدرامية هاي كانت جولتي السريعة على آخر وأهم الأخبار الفنية بالساعات ليلة الماضية أكيد موعدي معكم بتجدد بكرة بتريندات المشاهير والنجوم المفضلين عندكم باي اشتركوا في القناة